بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في رحاب سورة المزمل ووصلنا إلى قول الله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وتكلمنا عن قضية رجف الأرض وعن قضية الجبال وتكلمنا في الحلقة التي مضت واليوم وصلنا إلى الكلام عن قول الله تعالى كثيبا مهيلا الله سبحانه وتعالى وصف الجبال في هذه الآية أنها تكون كثيبا مهيلا والكثيب هو حقيقة تجمع الرمل حتى يكون محدودما كالربوة هذا هو الكثيب والمهيل أو المهال على لغتين من أقوال العرب أن الجبال تكون كأنها قد دكت وأصبحت ترابا وتجمعت فكانت مهيلا والمهيل كما قال السلف قال لو أخذت من بعضه لنهال عليك أعلاه وقيل أيضا المهيل هو إذا وضعت قدمك عليه غاصت فيه فكأنه يعني ليس بالصل ولو نظرنا إلى أحوال الجبال في القرآن الكريم لرأيناها أنه كما قال تعالى أنها وحبلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إذن أول أحوال الجبال أنها تدك وتدك كما قلنا في هذه الآية أيضا قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي أنها ترتجف وتدك فتكون كالتراب المهيل المتجمع المحدودب متجمعا ثم تكون كالعهن المنفوش كما قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وكما قال في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش وسميت عهنا قالوا لأن الجبال لها ألوان والعهن هو الصوف المصبوغ على أرجح الأقوال فكأنها لما كانت من الجبال جدد بيض وحمر وغرابي بسود لما كان لها ألوان سماها القرآن أنها عهن لأنها ملونة ثم بعد ذلك بعد أن تدك الجبال أولا ثم تكون كالعهن المنفوش كما ذكر الله سبحانه وتعالى تكون كثيبا مهيلا أي أنها متجمعة رخوة تهال وتنهال على من أخذ منها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تنسف كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة أي أنه تأتيها تنسف وتزال من أماكنها وقال عنها أيضا فكانت هباء منبثة تكون كالهباء المنبثة المتطاير هذه الجبال العظيمة الراسخة التي كانت تثبت الأرض راسخة على الأرض أصبحت هباء منبثة كأنها كما قال تعالى فيما بعد والحالة الأخرى التي بعدها ثم تكون هباء منبثة ثم تمر مر السحاب كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ثم يكون مكانها سرابا كما قال تعالى أيضا عن الجبال أنها وسيرت الجبال فكانت سرابا أي أصبح أماكنها الذي يراها من بعيد يظن أن الجبال كانت تكون موجودة ثم إذا أتى إليها لا يجد تلك الجبال التي كان يراها في السابق فتكون سرابا ثم بعد ذلك تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت كما قال سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى الجبال أنها مرة قال يعني سيرت الجبال ومرة نسب السير إلى الجبال أنفسها ومرة ذكر التسير له للجبال كما قال وإذا الجبال سيرت أن الجبال سيرت وقال وتسير الجبال سيرة أيضا الجبال تسير سيرة ثم بعد ذلك يعني الناظر إلى المسألة أنه مرة نسب التسير إلى الجبال و مرة نسب التسير إليه سبحانه وتعالى و هذا لا خلاف فيه فإن المسير الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى و مرة يريد القرآن أن يلفت النظر إلى الجبال أنفسها و مرة يريد أن يلفت النظر إلى القادر على تلك الجبال في تسيرها فإذا ذكر التسير و نسبه للجبال إنما أراد أن ينظر الناظر إلى الحدث و إذا ذكر أن الله هو الذي يسير الجبال أرادك أن تنظر إلى مسير الجبال لا تنظر إلى الجبال وهذه دقة عظيمة في القرآن الكريم كثيرا ما يستعملها القرآن في دقائق المعاني يعني عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نجد أنه هنا جاءت سبحان الذي أسرى بعبده لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وفي سورة الكهف قال الحمد لله الذي أنزل على عبده لاحظ أنه العبد مذكور في الآيتين والأولى كان فيها التسبيح والثانية فيها الحمد والأولى مذكور فيها الكتاب والثانية يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وسبحان الله سبحان الذي أسرى بعبديه وحذفت لفظة الله سبحانه وتعالى لفظه الجلالة من سورة الإسراء قال بعض أهل الدقائق قالوا لما أراد الله سبحانه وتعالى النظر إلى منزل الكتاب ذكر اسمه سبحانه وتعالى حتى يكون توجه النظر إلى الذي أنزل الكتاب لأن لفظة الله هي أقوى مذكور في السياق ولما أراد في سورة الإسراء أن الناظر ينتبه ويلتفت إلى الذي وقع عليه الإسراء حذفت لفظة الجلال لأنها أقوى مذكور فلو ذكرت لذهبت الأنظار إلى لفظة الله سبحانه وتعالى إنما جاءت سبحانه الذي أسرى بعبده فكانت لفظة بعبده هي أقوى مذكور في السياق يعني يلتفت إليه وتجلب الأنظار إليه ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم هكذا يفعل في كثير من الأمور كيف ينسب الفعل مرة إلى نفسه مرة إلى الفاعل قال اقتربت الساعة وانشق القمر ولم يقل شق الله القمر ولم يقل شق القمر وكل تعبير له دلالة دقيقة في السياق قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة والكثيب كما قلنا هو تجمع الرمل أو وقال الليث قال الكثيب من الفعل كثب أي أنه كأنه تجمع يعني كثب من معنى الجمع فكأنه شيء اجتمع الكثيب وقد ورد أيضا الكثيب في حديث البخاري عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام في حدثة الإسراء والمعراج عندما رجع رأى موسى قائم في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى لأهل مكة من باب التهديد والوعيد قال إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدًا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ربما أول سؤال يسأل يعني ما العلاقة بين ذكر فرعون وموسى عليه السلام في الكلام عن التهديد لأهل مكة الآيات التي تكرناها من قبل في قول الله تعالى وذرني والمكذبين للنعمة ومهلهم قليلا إلى غير ذلك من الآيات قالوا هذا أول تهديد ينزل في القرآن على أهل مكة أو على الكافرين بسورة عامة قال أول تهديد في القرآن كانت هذه الآيات العظيمة وسنتكلم كما ذكر ذلك الإمام الرازي ومن بعده البقاعي ومن بعده الصيوطي وغيرهم من العلماء تكلموا عن قضية المناسبة بين هذه الآيات وبين ما قبلها وما بعدها لكن ابتداء هنا جاء ذكر ثرعون وموسى عليه السلام في الخطاب لأهل مكة في التخويف والتهديد والوعيد قال أهل العلم في كثير يعني في كثير من كتب التفسير أشاروا إلى إشارة لطيفة قالوا الرابط بين أهل مكة وفرعون هو رابط الكبر أولا ثانيا أنه ازدراء فرعون لموسى كذلك ازدراء بعض المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه لا نزل على رجل من قريتين عظيم ما أرادوا أن ينزل على بني هاشم ولا على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا هناك مسألة قالوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ربي وتربى في مكة بين أعينهم وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون كما قال ألم نربك فينا وليدا هذه الروابط التي كان هنا الاشتباه بين هذه الحالة وهذه الحالة هو الرابط القوي في مجيء الخطاب لأهل مكة في قصة فرعون كذلك رابط آخر قالوا أنه قرابة أو ما فعله فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام من التربية والعناية والرعاية لم تنفعه كذلك أنتم يا قريش لن تنفعكم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تؤمنوا بالله فسينالكم ما نال فرعون من العقوبة وكذلك أمر فرعون أمر يعني افتضح بين الناس وعرف بين الناس فيما أوقع الله عليه من العذاب ومن العقوبة وأصبح جيفة مرمية على شاطئ البحر قالوا كذلك الأمر هذا معروف فكان في التهديد والوعيد والتخويف لأهل مكة بمكان عظيم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا هنا جاءت نكرة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا قالوا إما أنه يعني كما ذكر أبو شام أيضا في حرز المعاني قالوا أيضا أنه لكون أنه الرسول هنا معروف إذا كان أرسل إلى فرعون فأشهر من أرسل إلى قوم موسى عليه السلام و أرسل إلى مصر هو موسى عليه السلام فأرسل إلى قوم فرعون و إلى أهل مصر و لذلك ما احتاج إلى ذكره لأنه معلوم أنه من الذي أرسل إلى فرعون قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم بماذا قالوا إما شاهدا عليكم على ما فعلتموه في الوقوف في طريق الدعوة أو شاهدا عليكم وعلى أمته بما تفعله كما قال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم وماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإنه شاهد على أعمال الأمة من الذين آمنوا أو أنه شاهدا على الأمم الأخرى حيث أن هذه الأمة ستكون شاهدة على بقية الأمم كما ورد في حديث قصة نوح عليه السلام عندما يؤتى بشهادة سيدنا نوح يطلب شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتشهد له بأداء الرسالة عندما كذبه قومه فنشهد بما قرأنا في القرآن وإما أن يكون الرسول شاهدا كما قال تعالى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فالشاهد هنا ممكن أن يكون على هذه المعاني كلها قال شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى ثرعون رسولا أي هذا الرسول الذي أرسل إليكم هو أعظم شأنا ومقاما ومكانة وهذا ما ذكره ابن عباس ومجاهد وغيرهم وذكره ذلك ابن كثير قالوا في تفضيل النبي عليه السلام على غيره من الأنبياء قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي كما أرسلنا إلى فرعون رسول عظيم وهو موسى عليه السلام أرسلنا محمد عليه الصلاة والسلام إليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ورسول هو من جاء برسالة وشرع جديد ويختلف عن النبي وهناك فرق عند العلماء وخلاف أيضا في قضية الرسول والنبي وقد تكلم عنه العلماء كثيرا لكن نقف مع كلمة فرعون قالوا فرعون هو لقب لملوك مصر مثل الكسرة هو لقب لملوك الفرس وقيصر هو لقب لملوك الروم والقيل هو لقب لملوك العرب أقيال اليمن كما كان يقال وفرعون معناه بالعربية التمساح كما ذكر ذلك الفيروز بادي في كتابه وذكر أيضا زبيدي في تاج العروس أيضا هذا قالوا وفرعون هو معناه التمساح وإن كان المقصود به والذي يملك مصر من الفراعنة أي أنه جبروت فرعون لم يمنعه عندما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكما قال أيضا ما علمت لكم من إله غيري وكما قال أنا ربكم الأعلى وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج بجيش قوامه مليون وستمائة ألف جندي هذا الملك العظيم في ذلك الوقت وعلى تلك القوة لم تكن تلك القوة له مانع من أن الله عذبه وأغرقه فأين أنتم يا أهل مكة من هذا الملك العظيم الذي ترونه كان حاضرا مالكا لجزء كبير من الأرض ومع ذلك لم تنفعه قوته ولن ينفعه جبروته أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى فأخذه الله أخذا وبيلا فأخذه الله بعذاب عظيم كذلك كان التخويف لكم يا أهل مكة أن تقفوا بوجه النبي عليه الصلاة والسلام فأنتم لستم كفرعون في القوة والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من موسى مكانة فكيف ستكون العقوبة وكذلك منهم قال أن الرابط بين أهل مكة وبين قصة فرعون هو فرعون هذه الأمة أبو جهل لما كان له من الكبر وما كان له من الوقوف في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول عصى فرعون الرسول أي أن فرعون كان من شأنه أنه عصى موسى عليه السلام والعصيان كما قلنا هو الامتنع بعصاه أي أنه امتنع عن قبول ما جاء به موسى عليه السلام فعصى أمر الرسول أمر موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا أي أنه كأنه في الكلام تقدير فعصى فرعون الرسول كما أنكم لو عصيتم رسولكم لأخذناكم أخذا وبيلا كما أخذنا فرعون أخذا وبيلا كأنه هذا المعنى من باب التخويف والاختصار فأنه فرعون هذا العاتي الظالم المتجبر عندما عصى الرسول أخذه الله أخذا وبيلا فالأمر ليس بعيدا عليكم يا إحلى مكة إذا عصيتم الرسول محمد عليه السلام فسيكون لكم العقوبة الشيء العظيم هنا ربما يعني يسأل سائل فيقول الرسول جاءت نكرة ثم جاءت معرفة قال الإمام القرطبي قالوا ولذلك النكرة إذا أعيدت بالمعرفة أريد منها نفس المذكور ولذلك كان القرطبي يقول ولذلك كان يذكر في بداية الرسائل سلام عليكم ويذكر في نهاية الرسالة السلام عليكم على اعتبار أنه المعرفة هنا والنكر كلاهما على معنى واحد هذا ما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال فأخذناه أخذا وبيلا والأخذ حقيقة هو أيضا يعتبر من منظومة الموت وإن كان هو كما قال ابن عاشور هو مجازا في منظومة الموت يعني عندما نقول هلك ومات وقتل وتوفى وقضى نحبه وأخذه الله الأخذ من الله أيضا في معنى الموت كما قال هنا أخذناه أخذا وبيلا وكما قال في آيات أخرى أيضا يعني فأخذه الله وأخذه عزيز مقتدر هذا كله على معنى الموت والإهلاك فكأنه الآخذ كأنه أخذه ونقله من المكان الذي فيه إلى المكان الذي يريد على معنى الحوز والسيطرة والقوة والتملك فأخذناه أخذا وبيلا والأخذ بيّنه أنه أخذ وبيل والوبيل قال هو من الوابل والوابل ذكره السلف بمعاني ثلاثة قال هو الثقيل أو الغليظ أو المهلك ولا يمنع أن تكون الثلاثة هذه مرادة في هذا المعنى والوابل في الأصل هي قطرة المطر الكبيرة التي إذا نزلت على الأرض تشضت ففيها معنى الثقل وفيها معنى الشدة وفيها معنى القوة أي أخذناه بعذاب عظيم أخذناه بعذاب عظيم ذلك اليوم الذي وقع أوقع الله فيه العقوبة على فرعون قال فأخذناه أخذا وبيلا أحلكناه هلاكا عظيما أصبح هلاكه آية من آية الله سبحانه وتعالى ثم انتقل في الخطاب إلى قوم النبي عليه الصلاة والسلام قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة أي كيف تتقون يوما أي ماذا أعددتم أعددتم لاتقاء ذلك اليوم العظيم والمراد بذلك اليوم لا شك أنه يوم القيامة كما حسن يقول والله ما أعددتم صلاة وما أعددتم صياما وما أعددتم الأعمال الصالحة وذلك كأن الحسن يريد أن يبين قول النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الصوم جنة صدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وغير ذلك من تكملة الحديث أي كأنه جعل العبادة هي جنة هي وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى فهنا كيف تتقون أي مل العمل الصالح الذي عملتموه حتى تتقون أنتم عذاب الله به في ذلك اليوم العظيم قال إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة اليوم لا يتقى لأن الزمن هو حاصل وسيمر على الجميع ولكن على تقدير يعني ماذا فعلتم في ذلك اليوم حتى تتقوا أو ماذا قدمتم لذلك اليوم وهو يوم القيامة وذلك اليوم من عظمه ومن شدته يجعل الولدان شيبة يجعل الولدان شيبة على اعتبار كما ورد في الحديث حديث الإمام مسلم الحديث الصحيح عندما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم عليه السلام يقول يا آدم أخرج بعث النار فيقول كم يا رب يقول من كل ألف تسعمية وتسعين قال فعند ذاك يعني تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وقيل أنه في ذلك اليوم ذلك اليوم يجعل الولدان شيبة قالوا لهولي ذلك الموقف العظيم وذلك المقام العظيم حيث أنه سيكون هكذا أهل النار وإن كان يعني الصحابة رضو الله تعالى عليهم خافوا من هذا الكلام ومن هذا الموقف فسألوا النبي قال يعني أنه ما أنتم بينهم إلا على يأجوج ومأجوج لكثرتهم ما أنتم بينهم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ويكون وليس هذا من باب إطماع الأمة بأنه لا يمسه السوء لا ولكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه نعم نقول لا مخلد من أهل الإيمان في النار هذا لا خلافة فيه ولكن هل يعاقب ويعذب من يعني ظلم غيره وأخذ حق الغير وانتقص من حق أخيه وكانت له مظالم في الدنيا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني يأخذ بحق العباد ويفي حقوقهم أما ما يتعلق بحق الله فهو أمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء يعني غفر له فهذا الأمر يعني كما قلنا موكل إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك ومع ذلك يقول كيف تتقون يعني ما هو والتقوى هو فرط الحفظ والصيانة للنفس عن المكروه وهو أيضا من باب التخويف في قضية هذا السؤال كيف تتقون ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبة البعض قال أنه الولدان شيبة هذه يعني البعض قالوا على الحقيقة كما ورد في الحديث وكثير منهم قالوا إنما هذا على مجال التمثيل لأنه أولا ذلك اليوم المفزع وذلك الهول العظيم ما ذنب الولدان الصغار الذين لم يفعلوا شيء أن يكونوا شيبا في ذلك اليوم من ذلك الخوف العظيم إذا كانوا أصلا إن كانوا ولدانا فهم غير محاسبين وغير يعني معاقبين إن كانوا ولدانا فكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الخوف العظيم على هؤلاء الولدان الذين لم يحاسبوا وذهب البعض على أنه لو كان هناك ولدان في ذلك الوقت لشابوا لهول ما يرون من ذلك الموقف العظيم على قضية التمثيل والتقريب وهذا إن شاء الله سنفصل فيه في الدرس القادم بعونه تعالى نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر